اشتركوا في القناة سعداء باحتضان مملكة البحرين لبطولة غرب آسيا للترايثلون والتي تقام لأول مرة على مساوى المنطقة وهذا ما يؤكد استعدادها التام لاستضافة وتنظيم مختلف الفعاليات القرية والدولية فالبحرين أثبتت للجميع أنها سبقة في احتضان مثل هذه الفعاليات من خلال تنظيمها المميز لمختلف البطولات الرياضية وما تتمتع به من كفاءات شابة قادرة على إظهار تلك الفعاليات والبطولات في أبها حلة وتابع سموه نثمن الدورة البارز الذي لعبه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة في تعزيز مكانة مملكة البحرين في رياضة اليترايثلون من خلال الجهود المميزة التي بذلها سموه في هذه الرياضة والذي منح البحرين مكانة متقدمة مستذكرا سموه الإنجاز الذي حققه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في بطولة العالم على مستوافئته بيكونا العام الماضي والذي عزز من سمعة البحرين في هذه الرياضة العالمية وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن بطولة غرب آسيا لليترايثلون تأتي إقامتها بالتزامن مع إقامة بطولة الشرق الأوسط للرجل الحديدي لليترايثلون 70.3 وهذا بحد ذاته تأكيد واضح أن مملكة البحرين أصبحت وجهة رئيسية لاحتضان فعاليات رياضة اليترايثلون والذي يدفعها لاستضافة وتنظيم بطولة آسيا وبطولة العالم في الفترة القادمة مهني أن سموه الفائزين بالمراكز الأولى في هذه النسخة من البطولة ومتمنيا سموه حظا أوفر لبقية المشاركين في المشاركات المقبلة وقد جاءت نتائج مسابقات البطولة على النحو التالي ففي فئة الصغار حلت المتسابقة الأردنية مريم شعبان بالمركز الأول وحلت اللاعبة البحرينية أنيسا المحمود في المركز الثاني وفي فئة 15 سنة ذكور فاز المتسابق الأردني ليث النمر بالمركز الأول وحل المتسابق الكويتي محمد المهنة في المركز الثاني وحل المتسابق البحريني جاسم يوسف في المركز الثالث وفي فئة 15 سنة إناث فازت المتسابق الكويتية لولو الرفاعي بالمركز الأول وفي فئة 23 سنة ذكور حل المتسابق الأردني كريم عثمان في المركز الأول وحل المتسابق الفلسطيني عبدالله أبو شباب في المركز الثاني وحل المتسابق الأردني مكسيم الشبول في المركز الثالث وفي فئة 23 سنة إناث فازت المتسابقة الأردنية كريم عثمان في المركز الأول وحلت المتسابقة الإماراتية عايشة لمهيري في المركز الثاني وفي فئة المحترفين ذكور فاز المتسابق الروسي بلاديمير توربابيسكي بالمركز الأول وحل المتسابق الإسباني روماريك فوركيز في المركز الثاني وحل المتسابق الروسي فياشهزلاف فازيليف في المركز الثالث وفي فئة 23 سنة إناث فازت المتسابقة الإسبانية جوزيلين دانيلي بالمركز الأول وحلت المتسابقة الأوكرانية يولياليس تراتوفا في المركز الثاني وحلت المتسابقة البولندية ماريا زيسنيك في المركز الثالث وتعتبر مملكة البحرين أول دولة بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحتضن هذا الحدث على أرضها والذي شهد مشاركة أكثر من ستين متسابقة ومتسابقة يمثلون 15 دولة هي البحرين السعودية الكويت الإمارات عمان قطر الأردن العراق لبنان سوريا وإيران ومن دول أسيوية وأوروبية